السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد من السلسلة التي كنا قد بدأناها ليس من أمد بعيد سلسلة أهمية التركيز وفوائده على حياتنا الغير طبيعية اليوم سنتحدث عن أمر هام جدا لماذا نفقد تركيزنا بدأنا في الدخول في الفيديوهات التي ستتضمن أدوات وتطبيقات حقيقية سنطبقها في حياتنا وسنرى بمشيئة لا آثارها على حياتنا بالتأكيد أنت تعرف هذا الشعور لديك الكثير من العمل تنجزه ولكنك لا تستطيع التركيز فيه تعاني من التشتت ويجذبك أي ضجيج سواء كان هاتفك أو حتى ضوضاء مرور السيارات في الشارع وبمجرد انتهاء المهمة تعاني من الشعور بأن جودة العمل قد تأثرت كثيرا نتيجة لضعف التركيز هل يبدو ذلك مألوفا بالنسبة لك؟ هذا هو بالضبط ما عانيته مرارا وتكرارا قبل أن أتعلم كيف يمكنني التحكم في انتباهي وتركيزي لذلك فأنا أعلم تماما كم هو محبط هذا الأمر ولتعزيز قوة التركيز لدينا لا بد أن نتعرف لماذا نفقد تركيزنا في المقام الأول وهو الأمر الذي يخضع عادة للعوامل الخمس التالية أولا ربما يكون الموضوع غير مثير للاهتمام من السهل التركيز بالطبع إذا كان هناك اهتمام بالموضوع من جانبك فالتركيز يتطلب شعورك بالانهماك في المهمة التي تقوم بها كما تحتاج أيضا إلى الشعور بالتحفيز فعندما يكون العمل شيقا بالنسبة لك فمن السهل الانغماس فيه وتجاهل جميع المشتتات من حولك أيضا المشاعر السلبية تؤثر كثيرا تؤثر الحالة الشعورية السلبية على قدرتك على التركيز فإذا ما شعرت بالضغوط أو كنت متضايق أو وحيد أو مكتئب أو عدائي ستجد صعوبة بالغة في التركيز وتلك هي الطبيعة البشرية حيث تشغل هذه المشاعر عقلك وبالتالي تستهلك طاقتك العقلية تاركة لك بعض القدرات الذهنية البسيطة التي تحتاجها للسيطرة على تركيزك أما الأمر الهام جدا والفارق في مدى تركيزك هو ضعف التنظيم أرني شخصا يتبع نظاما يوميا وأنا أريك شخصا يستطيع التركيز وينجح في تجاهل أي مثير فمن السهل عليك التحكم في تركيزك إذا ما اتبعت نظاما معتادا فاتبع نظام جيد يساعدك على القضاء على الفوضى مما يساعد بدوره على البقاء منتبها أيا كان ما تعمل أما رابعا فمستوى الطاقة الضعيف يعتبر مستوى الطاقة الضعيف أحد العوامل التي عادة ما يتغضى عنها الجميع بالرغم من تأثيرها على القدرة على التركيز فالتركيز لفترات طويلة يحتاج إلى الكثير من الطاقة والتي تنتج عادة عن غباء جيد ونوم كاف بالإضافة إلى تدريب مستمر إنه المثلث العجيب للمحافظة على الطاقة غباء جيد نوم كاف وتدريبات رياضية أو ممارسة رياضة أما المشكلة تكمن في تجاهل العديد مننا لواحد أو أكثر من هذه العوامل فنحن نأكل طعاما غير صحي ونضحي بساعات نومنا من أجل أولويات أخرى كما أننا نصرف وقتا بسيطا في تحريك أجسادنا إن عقلك هو المحور الرئيسي لتطوير قدرتك على التحكم في الانتباه وهو بالتالي لا يستطيع العمل جيدا بدون طاقة وأخيرا سنتحدث عن ضعف قدرتنا على السيطرة أو التحكم في الأمور إن قدرتك على التركيز تعتمد على مدى سيطرتك على عامل الوقت فإذا ما سمحت للناس بمقاطعتك وقت ما يشاءون فلن تحصل أبدا على الحالة الإنسيابية التي تحتاجها للعمل بعيدا عن أية مشتتات ولن تشعر أبدا أنك منغمس في المهمة التي تود إنجازها لا بد من التحكم في وقتك إذا ما أردت الوصول لتركيز حاد وبالرغم من عدم واقعية هذا الأمر في العديد من الأحيان فهناك بعض المواقف التي لا يمكن تجنبها ولكن يستطيع العديد من الناس اتخاذ بعض الخطوات لتخطي هذا الأمر لكن تذكر يا صديقي سنتحدث عن حل لكل مشكلة من هذه المشاكل في الفيديوهات المقبلة بمشيئة لا فلا تنسى أن تتابع هذه السلسلة الهامة جدا لكن قبل أن ننهي هذا الفيديو هل يعتبر الشرود الذهني سيئا في كل وقت؟ بالتأكيد لا ولكن الفيصل هنا هو كيف تجعل هذا الأمر يعمل لصالحك فهذا الشرود الذهني هو ما يمكن العقل من أن يصل إلى الإبداع وهذا الأمر قد يساعدك في إيجاد حلول غير تقليدية للمشاكل التي أضحت صعبة الحل لا يمكن أن ننكر أن هذا سيكون جيدا جدا ومفيدا كثيرا في حالة أنك تقوم بالتجوال أو التدريب في قاعة الرياضة أو حتى أثناء الاستحمام ولكن هذا لا يعني أن تقع فريسة للشرود مع كل فرصة مواتية الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على عملك وإنجازك كن بالتركيز متى سنحت الظروف بذلك وهو ما سنحاول في هذه السلسلة بمشيئة الله تدريبك عليه والآن وقد تعرفت على أهم خمس عوامل تؤدي إلى فقدان تركيزك لا تنسى أن تشترك في القناة لمتابعة باقي فيديوهات هذه السلسلة التي ستكون هامة بمشيئة الله والتي ربما تغير حياتك بالكلية شكرا في النهاية على المشاهدة ودمتم في أمان الله